موسيقى على مشارف العام الرابع من الحرب تبدو حياة اليمنيين أسوأ من أي وقت مضى حالة تصنف على أنها أكبر كارثة إنسانية في العالم ووضع اقتصادي كاد يعصف بما تبقى من حياة لدى اليمنيين موسيقى أهلا بكم إلى فضاحر كان انهيار العملة الوطنية بمثابة كارثة مضافة على ما يعانيه اليمنيون من كوارث الحرب المباشرة ومع هذا الانهيار اتجهت الأنظار نحو الحكومة والتحالف وما الذي بوسعهما فعله لإنقاذ ما تبقى قبل فوات الأوان تم تغيير رئيس الحكومة وتعين رئيس وزراء جديد معين عبد الملك يقول البعض إنه يتمتع برضى الدولتين الفاعلتين في الساحة اليمنية حاليا وهما السعودية والإمارات وهو ما يعني من وجهة نظرهم السماح له ولطاقمه في إدارة شؤون السلطة الشرعية من العاصمة المؤقتة التي بقيت حركة الحكومة فيها مقيدة خلال فترة رئيس الوزراء السادق الأولوية كانت للملف الاقتصادي خلال الأيام الماضية كانت هناك نتائج ملموسة على الأرض مع السعادة العملة المحلية لجزء من عافيتها أمام العملات الأجنبية لكن يبقى السؤال قائما هل نحن أمام تحسن حقيقي مستدام في الاقتصاد اليمني؟ هل الإجراءات الحكومية كافية للحد من انهيار الريال والسعادة عافيته؟ يقول البعض إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة وبدعم التحالف تمضي بشكل جيد فيما يرى آخرون إنه من المبكر الجزم بذلك إذ يتابعون أنه طالما بقيت الحكومة غير مسيطرة على موردها وطالما لم نرى دورا فاعلا للتحالف في البدء بمشاريع إعادة الإعمار ودعم التنمية بدلا من البقاء في خانة الدعم الإغاثي فإن الأزمة الاقتصادية ستبقى قائمة ولن تجد المعالجات اللحظية للنقاش حول هذا الموضوع سيكون معنا من مأرب الصحف الاقتصادي محمد الجماعي ومن أنقراء الباحث في الشؤون الاقتصادية حسام السعيدي أرحب بكم ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك أبدأ معك سيد الجماعي ما مدى قدرة الحكومة وكفاءة إجراءتها على معالجة الانهيار الاقتصادي نعم أعتقد أن الحكومة بدأت الآن بإجراءات جيدة وطالما وهي تحظى بدعم إقليمي فسيكون هذا عاملا كبيرا وأساسيا في إبقاء الحالة مثل ما هي عليه أو على الأقل تشهد تحسنا أكبر من الموجود الآن الحكومة إجراءتها تزامنت مع عدة عوامل ليست فقط الإجراءات التي اتخذتها ضد الصرافين إجراءات أمنية أو إصدار لايحة بقائمة سوداء سواء أعلنت أم لا بتعلن إلا أنها أغلقت محال كثيرة في المحافظات المحررة ونجد أن تأثير ذلك أيضا يصل إلى صنعاء والمحافظات غير المحررة وهذا ربما ما يؤكد أن الريال اليمني لم ينقسم حتى الآن والاقتصاد اليمني لم ينقسم حتى الآن بدليل أن المجموعات الكبرى تم استيعابها مثل مجموعة هائل وكثير من المجموعات استيعاب وارداتها أو نسبة كبيرة من وارداتها بالعملة الصعبة هذا ساهم إلى حد ما في منح الحكومة الثقة من التجار والموردين وغيرهم لأن هذه المجموعات التي سمينا بعضها وبعضها لم تسمى تحظى بثقة أيضا التجار الذين يعرفون أنها لا تقوم إلا بخطوات مدروسة وبالتالي فالإجراء الذي أيضا قامت به المجموعة وعقب هذا التحسن في نسبة الريال اليمني وأيضا ساهم في تهديئة قلق أسواق العملة المحلية وأيضا ساهم في تخفيف المضاربة على الدولار من كان يحتاج الدولار أكثر من التجار الكبار والمجموعات الكبيرة من كان يحتاجه أكثر من شركة النفط التي تقوم بشراء المشتقات بالعملة الصعبة من كان يحتاجه أكثر من المرضى الذين يسوافرون خارج البلد وهذه الإجراءات وغيرها أيضا ساهمت في تخفيف المعروض من العملة المحلية لأن الناس يذهبون بها إلى المنك المركزي وهذا طبيعي وفي الأوقات الطبيعية تسير الأمور هكذا داخل الجهاز المصرفي لكنها في الوقت الذي شهدت فيه الحكومة فراغ كبير لم يعود الجهاز المصرفي يدور بالأموال وتعود إليه مرة أخرى طيب أسأل ذات السؤال إلى ضيف الآخر الباحث الاقتصادي حسام السعيدي أستاذ حسام ما مدى قدرة الحكومة وكفاءة الإجراءات التي اتخذتها حتى الآن على معالجة الانهيار الاقتصادي واستدامة هذه المعالجة أهلا بك الحقيقة أولا أود أن نلمح لشيء مهم رفض العامل الاقتصادي بالتغيرات السياسية بمعنى أن يصبح الوضع الاقتصادي وسيلة ضغط على الحكومات السابقة والحكومات ربما متعاقبة هي مشكلة وربما يستخدم في أي وقت ضد أي حكومة وبالتالي قد يساهم في فشلها هذا بدرجة أساسية وبالتالي نتحدث عن كفاءة الحكومة يجب أن نتحدث بمعزل أو على الأقل أن نفترض أن هناك علاقة جيدة مع التحالف وبالتالي أننا لن تواجه في المستقبل القريب أي مشاكل في هذا الإطار ونتحدث في المجال الاقتصادي بدرجة أساسية وبالتالي استند في كلامي هذا إلى معرفات يعني أن تقتلح أن نعزل المسألة السياسية عن الجانب الاقتصادي في سياق تقييم أداء الحكومة أنا لا أقول عزلها تماما وإنما أن يكون هناك عامل دعم للجانب الاقتصادي يعني من الجانب الإيجابي لكن أن لا يتحول إلى عامل سلبي وضغط على الحكومة أو أي حكومة سواء الحكومة المتعاقبة لماذا؟ لأن حتى الآن الحقيقة معظم هذه الإجراءات التي تم اتخاذها وإن كانت إجراءات جيدة لكنها قائمة الحقيقة على ما يقدمه التحالف للحكومة على مدى رضاة التحالف عن الحكومة وبالتالي الحكومة الحقيقة لا تقف على رجليها حاليا هذا الأمر يجب أن نشير إليه وأن نقول بأنه يجب أن يبقى هذا الدور الإيجابي وأنه يتم تعزيزه وبالتالي أيضا أن لا يتحول الوضع الاقتصادي إلى وسيلة ضغط أي أن كان تبعا للمواقف السياسية للحكومة هذه نقطة أساسية نقطة الأخرى الحقيقة فعلا هناك تحسن وهذا الأمر ملموس وإن كان بدرد أساسية في سوق الصرف وإنعكاساته الحقيقة على السوق السلع ما يتزال بطيئة وهذا أمر ربما متوقع وهو يغلب يعني كظاهرة اقتصادية قبل أن تكون أيضا سياسية لكن أيضا هناك بعض العوامل الأخرى من ضمنها مثلا أن المخزون أصلا السلعي مخزون بسيط وهو يدور كل شهرين تقريبا في السوق يعني مخزون القمحة تقريبا لمدة شهر ونصر المتوادد حسب تقديرات لبعض المؤضمات الدولية وبالتالي خلال شهر إلى شهرين ممكن تبدأ التغيرات إلى المسح المواطن يعني ربما في حال السمرات الاعتمادات المستندية والسمرات الإجراءات الحكومية الحقيقة حتى الأنجزء كبير من هذه الإجراءات هي ليست إجراءات حكومية هي إجراءات قامة بها البنك المركزي وبالتالي نحن ننتظر أيضا المزيد من الحكومة في هذا الإطار ننتظر أيضا مزيد من الإجراءات التي ربما تقوم بها الحكومة فيما يخص تحصيل إرادة الدولة البحث بدلا عن الاتكال على السحب من البنك المركزي البحث عن موارد وتنميتها وتعزيزها وإن كان طبعا هناك بعض الموارد ولكن أنا ما أقوله هو تعزيز هذه الموارد وبالتالي الحصول على موارد في نقطة مهمة وأنت تتحدث عن الحالة المثالية بعزل منع الضغط على البنك المركزي وعلى الحكومة سياسيا برأيك هل سيحدث ذلك خلال الفترة القادمة؟ حتى الآن يبدو أن العلاقة جيدة بين الحكومة وبين التحالف هذا ما نلمسه وأيضا نلاحظ أن هناك ربما في وسائل إعلام التحالف أو حتى في تصريحة المسؤولين الحكوميين سواء اليمنين أو في دول الغريج هناك تقريبا نوع من التفاهم إلى حد ما نحن ما نقوله هو للمستقبل يعني بحيث أنه طبعا من الصعب أن نقول عزل العامل الاقتصادي بشكل تماما أنا ما أقصده هو أن يكون هناك عامل إيجابي أن يكون الوضع السياسي رديف للموارسات الحكومية في الجانب الاقتصادي وأن لا يتحول إلى وسيلة ضغط يعني الحقيقة كثير من الإجراءات الإعلان عن الاتمادات المستندية كانت ضمن حكومة مندار لكنها لم تنفذ إلا عنده وصول رئيس وزراء جديد وبالتالي لم تصل الحقيقة لأموال لم يتم الإفراج عنها من مؤسسة النقد السعودي للبنك المركزي إلا بعد تغيير الدهاز لدارة الدولة إذن هذه النقطة مهمة وربما تجعلنا نتساءل ما إذا كان هذا الأمر سيتكرر مستقبلا في حال وجود اختلاف ما في الجندة سواء يعني الحكومية مقابلة جندة التحالف هذه النقطة تضعنا الحقيقة في وضع نتساءل عن إمكانية سقوط هذه الإجراءات لأنها هي قائمة بدرجة أساسية على دعم التحالف سنعود إلى هذه العلاقة لكن دعنا فيما يتعلق بداية الآن في مدى استدامة هذه الإجراءات الاقتصادية وأسأل هنا سيد الجماعة هل التحسن الذي حدث خلال الفترة الماضية في سعر صرف الريال نحن نتحدث عن التسعير الرسمية على الأقل معلنة من قبل البنك نزول لما يقارب 60 ريال في سعر الصرف أمام الدولار وإن كان في السوق السوداء هناك تحسن كبير على مستوى ربما 250 ريال يمني هل هذه الإجراءات ستكون لحظية أم أنها ستستمر إلى مدى طويل وسنشاهد ربما تحسنا أكبر في سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية دعني أقرأ هذا المؤشر من خلال السوق مثلا ربما مثل ما قال أخي حسام الموضوع مرتبط بالسياسة وبالتحالف لكن أيضا السوق له مؤشراته التجارة الآن أصبحوا يخافون من شراء الدولار وربما اليوم يخافون من شرائه بالسعر الذي المعلن من 530 لأنهم لن يخافون من تدهور الدولار يعني لا يصحق قول هذا وإنما تراجع الدولار مقابل الريال اليمني وأصبح ب500 ريال الذي يشتريه ب530 بطل أن يبيعه ب540 طيب عندهم مؤشرات أن الدولار سوف يعني تقل الآن قيمته وبالتالي هو لا يغامر ولا بالشراء من 500 ريال يعني هذا مؤشر واضح ربما أتينا به من السوق اليوم لكن بالنسبة للاستدامة هل ستستدام أم لا يستدام يجب أن يوضع في الاعتبار على الحكومة على الأقل في الوقت الحالي وهي تحظى بدعم خارجي أن تعمق علاقتها مع شراكتها مع القطاع الخاص القطاع الخاص إذا لم يكن رديفا للحكومة في الإجراءات مستفيدا من إجراءاتها ومن تحسن وضعها سيكون للأمور شأن آخر في الفترة الماضية ترك القطاع الخاص يعني نهبا للظروف وللأوضاع وللجماعات المسلحة وللحوثيين وللتقطعات والبنوك تركت أيضا لأعمال مسلحة وسط وغير ذلك وأيضا لم يعني لم يقوم البنك المركزي بدورة اتجاه هذه المؤسسات والشركات الخاصة والقطاع المصرفي الخاص وبالتالي أصبحت تبحث وتلجأ إلى حلول بديلة وهذه الحلول المضرة في الاقتصاد الوطني ولا أحد يستطيع أن يصمد في مثل هذه العواصف أما بالنسبة للعامل الأكيد والأساسي في الموضوع إلى جانب القطاع الخاص وغيره فهو أن تقوم الحكومة بالتصدير للنفط والغاز وتضمن وصول العمر الصعب من الخارج ويبقى بعد ذلك أن تقوم الحكومة بتجميع مواردها من المحافظات المحررة ووضعها في غطاء واحد وفي حافظة واحدة وهي البنك المركزي في عدن وهنا نستطيع أن نقول أننا نسمع بين الحين والآخر عن إقراءات لربط مركزي مارب بمركزي عدن وبقية الفروع التي لديها إرادات ومقابل أيضا اشتراطات بنسبة هذه المحافظة أو هذا الإقليم أو ذاك من حصته المعلنة بقرار الرئيس الجمهورية عبد الربو منصور هادي نعم طيب أنتقل هنا بوجه آخر به لهذا السؤال إلى السيد السعيدة السيد السعيدة الآن الريال ارتفع أمام العملات الأجنبية لكن الأسعار باستثناء بعض الشركات لم تعلن أو لم يجد الناس يعني فرقا وانخفاضا للأسعار بعد تحسن سعر الريال اليمني لماذا يحدث ذلك في حقيقة الأمر يمكن التطرق لهذه النقطة بالذات يعني من جهتين الجهة الأولى غالبا في الاقتصادات إنما تحدث صدمة سلبية يعني مثلا صدمة تنهيار الريال كان هذا يعكس أثر مباشر بسبب أن هناك تخوف من المستقبل القريب بالتالي عند العودة دائما تتسمى الأسعار بصفة تسمى الأسعار اللذيجة يعني بمعنى أنها تصبح عودتها الحقيقة بطيئة إلى حد ما هذا بش جانب اقتصادي بحث يعني لكن من نقطة أخرى يجب أن نفهم أن ما زال الآن السوق المحلي الحقيقة تعيش قلق هذا القلق ناجم من حالة عدم تأكد من السعر الذي سيصل إليه غير البنك المركزي يعني الحقيقة هو يتبع سياسة اتباع السوق وليس توديها السوق حاليا مع الأسف هذه النقطة قد تفيد في خلق حالة عدم تأكد لدى المباربين وبالتالي قد يخفف من عملية المباربة في السوق أنه نغير السعر بناء على حركة السوق لكنها الحقيقة بالنسبة للتاجر تجعله في حالة قلق وهو غير قادر على تحديد ما هو السعر الذي يجب أن يقوم بالشراء منه هذه النقطة الأولى النقطة الأخرى أيضا الاعتمادات المستندية لم تغطي كل السلع يعني نحن نعرف أنها فقط تقوم بتغطية المواد الأساسية والسلع الخمسة الأساسية وبالتالي طبعا هناك طلب ما يزال على بقية السلع وربما يعني الأعمال مترابطة أو ربما أن التاجر ربما يعني بعضهم يقوم بربط هذه بهذه بحيث أنه يستطيع تقليل الخسارة إلى حد ما يعني فهذا هو طبيعة الوضع تقريبا يعني الأسباب ربما في المستقبال أنها استمرت الأتمادة المستندية وتحسن الوضع في السوق بشكل أساسي وأصبح هناك سعر يعني شبه ثابت على الأقل يعني مع هامش بسيط للتحرك هنا باستطاعتنا تتوقع يعني أن يبدأ التجار الحقيقة بالاعتماد أو بالشراء أو بتحديد سعر معينة أو أقصد يعني للتجار وبالتالي بناء علي الحصول على الدولات بشراء المشروع في نقطة اتباع البنك المركزي للسوق وليس العكس دعني يعني أسأل ضيف الآخر أستاذ محمد حوله هل يتفق معك في هذه النقطة أستاذ محمد يتحدث سيد حسام حول أن البنك المركزي هو من يتبع السوق في تحديد سعر الصرف هل تتفق معه في هذه النقطة من خلال مراقبتك لأداء البنك المركزي خلال الفترة الماضية الذي يضبط الأسعار يعني البنك المركزي هو بموقع بقرار التعويم يستطيع فقط أن يضع مؤشرات لأسعار الصرف لكن مدى تدخله المباشر وهو ربما حدث في الفترة الأخيرة تدخلا مباشرا بدعم خمس سلع رئيسية وغيرها إذا ما استطاع البنك مثل ما ذكر أخي حسام أن يغطي حاجات كثير من السلع فإنه سيخفف من حاجة الناس إلى العملة الصعبة ولكن هناك إجراءات أيضا أعلن عنها ولا ندري مدى تطبيقها وهو عدم السماح بشراء كل شيء من الخارج وتحديد أسعار قائمة بالسلع التي يمنع استيرادها ومثل السيارات مثلا وغيرها من السلع الكمالية التي أصبحت منفذا لتهريب العملة الصعبة بأعمال وهمية وغير حقيقية وربما أيضا من التجارات التي لا يسمح بها في كثير من الدول في أوضاع آمنة فكيف بنا ونحن في وضع يحارب على كل الاتجاهات لكن ألن يقلل هذا الإجراء من ثقة التجار باعتبار أن هناك قيود على السوق والسوق حرة بشكل سوق اليمني سوق حرة في نهاية المطار نحن في مثل هذه الأوضاع كما قلنا كثير من الدول في أوضاع آمنة تحجب الاستيراد كثير من السلع حتى دول لا زالت الآن في صدارة الاقتصاد العالمي وتحضر استيراد سلع وتضع أيضا ضمانات للسلع التي تدخل تركيا مثلا عندك الآن حتى بالنسبة للسلع التي تدخل تأخذ عليها ضرائب لحماية الاقتصاد الوطني فيجوز للبنك أن يتخذ أي إجراءات من شأنها بوفق طارق قانوني لكن أليس كذلك؟ يعني وفق قانون ووفق مراقبة للبرلمان أليس كذلك؟ نعم بالضبط هو لا يوجد الآن برلمان ولا توجد أيضا يعني التشريعات ما يعمل به هي التشريعات النافذة والبنك أيضا عندما خول نفسه بهذا العمل أو خولته الحكومة أعتقد أنه لم يخالف القانون في هذا الموضوع الآن نحن أمام يعني أنت تشهد في المرحلة السابقة أنه كانت البنوك لا تعطي الناس عملة صعبة والبنك المركزي أيضا أنزل قرار بأنه لا يستلم المواطن إلا بالريال اليمني وهذا إجراء ربما يستطيع أن نقول أنه يحد من حرية التصرف بالمال الشخصي بأي عملة كانت لكنه في مثل هذه الأوقات يجوز نحن نطمح إلى المزيد أخي السمان نحن نطمح إلى المزيد من الإجراءات إلى الحد من الأطماع وحركة العصابات التي لا يحدها حد في مثل هذه الأوقات ولا في غيرها حركة المال حركة سلسة ويستطيع أن يمر وفي مارب مثلا استطاع الأجهزة الأمنية استطاعت أن تضبط الكثير من الشحنات الأموال ملايين الدولارات وملايين الريالات اليمنية نحن نطمح إلى المزيد من الإجراءات الأمنية في هذا الموضوع في مسألة الحد والرقابة دعني أسأل هنا السيد حسام السعيدي أستاذ حسام من خلال مراقبتك لأداء البنك المركزي هل هو قادر إلى الآن إلى يعادة الثقة كما كانت الأوضاع قبل بدء الأزمة في اليمن باعتبار أن هناك حتى بنوك ويقع باعترف رئيس البنك المركزي أو محافظ البنك المركزي الذي يقول على أن بنك إنجلترا إلى الآن مجمد لحساب البنك المركزي اليمني طبعا الحقيقة العودة إلى ما قبل الحرب لن يصبح ممكنا إلا بانتهاء الحرب هذا شرط أساسي وقاعدة واضحة لماذا؟ لأن الكثير من العوامل تحد سواء من عمل البنك المركزي أو من عمل الحكومة لكن يمكن أن نقول تطبيع الأوضاع والتكيف إلى حد ما مع الأوضاع الحالية ومحاولة معالجتها قدر الإمكان وفي حدود الإمكانات المتاحة لماذا؟ لأن الحقيقة أن اتخاذ القرار يعني الوضع الاقتصادي هو ما يزال أيضا في مشكلة مثلا عندما تريد أن تتخذ سياسة معينة أنت لا تستطيع تطبيقها إلا على جزء جغرافي معين في البلاد وبالتالي هناك عوامل فشل كبيرة البنوك ما تزال مجبرة على التعامل مع الحوثيين في صنعاء طبعا والحوثيون يقومون مثلا بالاستدانة من البنوك بشكل كبير جدا حتى أصفحت المرافز تتحدث عن من بالضبط؟ هل تقصد البنك المركزي في صنعاء أو الليجان أو الأقسام التابعة للبنك في صنعاء أم جهات حوثية بشكل كامل؟ يعني هو الحقيقة الحوثيين هم يستخدمون الواجهة البنك المركزي لعصابة لأن البنك المركزي أو كل المؤسسة الحكومية لم تعد مؤسسة حكومية وإنما أصبحت واجهة لعصابة تدير العمل بشكل عام هذه هي النقطة الأساسية وهذا هو الذي يضعف الحقيقة من أداء الحكومة يعني مثلا نعطيك مثل آخر هناك ضرائب في كثير من المدن تفرض على مداخل المدن ضرائب وجمارك أخرى غير الجمارك التي تنفرضها مثلا وبالتالي التحكم بالقرار صعب جدا يعني الغاز يخرج من مأرب بسعر 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 جدا قريبا ألف ألف مئة ريال ويصير إلى صنعاء بأربعة آلاف ريال وبالتالي الحكومة الحقيقة عملها لن تستطيع تطبقه بالكامل بسبب الوضع الجغرافي والوضع الأمني وبالتالي يجب أن نعرف أن هناك محددات تحد من عمل البنك المركزي أو الحكومة في هذا الإطار النقطة الأخرى التي أريد أن أشير إليها فيما ذكره الأخ بالنسبة للأخ الأستاذ محمد فيما يخص أن البنك المركزي بإمكان التدخل لمنعة السيرات بعض السيرات الحقيقة البنك المركزي استطيع القيام بهذا الدور في حالة واحدة وهي أنه يقوم بضخة دولارات لمستوردي هذه السلاع وبالتالي يقوم بحاجبها عنهم أما في حالة أنه لم يقدم لا يقدم لهم أي شيء بالتالي ما الصعب عليه أن يقوم بهذا العمل لكن بالإطار الآخر إذا كان ذلك فالأمر هنا يعني مناطب الحكومة الحكومة بإمكانها أن تتخذ مثل هذه السياسات وليس البنك المركزي وزارة التجارة والصناعة هي المعنية بدرجة أساسية باتتخاذ مثل هذه السياسات سواء إذا كنا نتحدث عن صحتها أو لا ولكن أنا ما أريد من يمكن له إتخاذ القرار الحقيقة البنك المركزي يقوم بدور كبير جدا في العمل الاقتصادي وفي المقابل مثلا وزارة المالية والأداء الحكومي ما يزال ضعيف جدا لدينا كثير من الوزارات لكنها لا تقوم إلا بحد أقل من الوزارات بالحديث عن الجانب الحكومي وعن أداء الوزارات والحديث عن الاقتصاد بشكل عام يعني مسألة الاقتصاد لا تتعلق فقط بالبنك المركزي هناك أيضا وطريقة إدارة للحياة الاقتصادية أو الدورة الاقتصادية هناك أيضا موارد رئيسية النفط، الغاز، المنافذ البرية والبحرية لكن كلها كما يبدو على أنها تحت سيطرة التحالف هل ضغطت أستاذ الجماعي الحكومة بشكل كافي فيما يتعلق بإدارة هذه الموارد بشكل فعال لتعزيز الاقتصاد اليمني؟ السؤال لك أستاذ محمد يعني شخصيا من خلال متابعتي وبحثي حول هذا الموضوع واللجنة الاقتصادية ووجه بضخ النفط من كل الحقول ووزع بالاسم أين المنافذ التصدير أيضا ذكرها بالاسم يعني لو كان هناك مانع ما كان الرئيس ربما سيخرج بهذه الصورة ليتحدى هذا المانع أو هذا الحاجز لكن لنقول أنه كانت هناك اشتراطات أو إجراءة أمنية من نوع ما الآن يجب على الحكومة أن تستغل هذا الوضع الآن الموجود الآن لتحقيق شيء على الأرض وأعتقد أن الحكومة بالدغر كانت أذكى من هذه الحكومة على الصعيد السياسي والإعلامي كانت بالرغم من الحصار الكبير الذي عاشته إلا أنها كانت تفتح لأنفسها منافذ لتهدئة السوق بالإعلان عن تصدير النفط من هنا أو افتتاح حقل من هنا أو عودة هذه الشركة أو تلك الآن لا نسمع كثيرا عن ما الذي يجري في حقول النفط قريبا فقط سمعنا عن 17 ألف برميل يومي من حقل العقلة بقية الحقول لم نعود نسمع عنها شيء طيب لماذا برأيك؟ لماذا تقوم بهذا الرتم أو بهذا الأداء أهل الحكومة حالية؟ هي كما يقول الرئيس الحكومة أنها ستكون بعيدة عن السياسة وستكون مهامها محددة بالاقتصاد وإعادة الإعمار وغير ذلك ونحن نتمنى ذلك لكن أيضا المواطن الآن ربما استفاد من الفترة لكن قد لقليل تقول أن أداء حكمة بندغر كان أفضل من هذه الناحية أستاذ محمد يعني هل هذا أفضل أم ليس أفضل بالنسبة للشعب؟ هذه الإجراءات أخي وجيه نحن نحتاج الشعب إلى شفافية وصراحة ونحتاج أيضا إلى يحتاج السوق أيضا إلى تهدئة أسواق البرصة العالمية ويعني الأسواق العملات كلها تخضع لابتزازات الأخبار ووسائل الإعلام في اليمن ما لم تكن هناك إجراءات يعني إعلام يرافق أداء الحكومة في كل شيء وتطمينات ويعني أخبار عن المصادر الرئيسية للبلد سيكون السوق أيضا بعيدا عن التطمينات ما الذي يجعل تاجر في مأرب مثلا أو في صعدها أو في صنعها يرفع الدولار أو يخبع عنده هذه الدولارات أليست هي وسائل الإعلام في هذه النقطة تحديدة نقول يجب على هذه الحكومة أيضا أن تطلع المواطن وتطلع الشعب على إجراءتها ليس فقط من باب التطمين ولا من باب بيع الوهم وإنما أيضا من باب التثبيت الإجراءات الصحيحة ووضع المواطن فعلا على المستوى الذي وصلت إليه الحكومة من تمكن من أدواتها الاقتصادية طيب أسألك أستاذ سعيدي فيما يتعلق بأخذ الاعتبار ما تفضل به الأستاذ الجماعي ما الذي أيضا على الحكومة القيام فيه لتعزيز الأداء الاقتصادي بشكل أكبر وتعزيز ثقة المستثمرين والتجار إن صح التعبير في الاقتصاد اليمنى لتحقيق نوع من الاستقرار على الأقل إن لم نتحدث عن تحسن أكبر الحقيقة النقطة الأولى التي يجب على الحكومة أن تكون قوية وهذا يختصر الكثير أن تكون قوية بدرجة أساسية في وضعها الاقتصادي والمالي يجب أيضا أن تكون لديها قدرة على التحرك والسوق هذا الأمر هو الذي يطمئن لكن أن يكون عند حدوث أي مشكلة تلجع الحكومة إلى التبرير وأنها لا تبلك شيء هنا الحقيقة هذا الأمر يهزى ثقة المستثمر ويهزى ثقة الجميع بالحكومة إذن الخطوة الأولى الحقيقة للحكومة يجب أن تكون قوية أنا نحن نقول قوية أن تكون قوية في مجالها المالي قادرة على تخصيل إرادتها وبالتالي لديها قدرة على التدخل في السوق لديها قدرة على ضبط المتلاعبين في السوق ولديها قدرة أيضا على بسطة سيطرة أمنية إلى حد ما على الأقل بما يضمن سلاسة العمليات الاقتصادية بشكل عام أيضا أن يكون هناك نوع من التنسيق لا أن تكون الحكومة فقط ممثلة في رئيس الوزراء وإنما أيضا أن يكون هناك عمل وأن تكون هناك خلية نحل تعمل يجب أن تتحرك الوزارات بشكل عام وأن يكون هناك عمل كل في مجالي هذا الأمر يعطي طمأنة للتاجر أو للمواطن يجب أن تتحرك الوزارات تعود هناك إلى حد ما نوع من الأعمال سواء الاستثمارية الحكومية الحكومة الحقيقة في وضع الحرب هي قائدة للاقتصاد هذه هي الصورة خصوصا مع غياب إلى حد ما نصدر أن نقول غياب دور القطاع الخاص أو تعرضوا للمخاطر المختلفة وبالتالي أنا في تصوري أنه من أجل أن تقدم الكثير يجب أولا أن تكون لديك أرضية صلبة تنطلق منها هذه الأرضية الحقيقة يجب أن تنطلق بداية من إمكانية الحقيقة إمكانية وجود إيرادات للدولة تغطي إلى حد ما أهم نفقاتها الأساسية وأهم النفقات الأساسية بعد ذلك نفقات المرتبات هذا ما يلمسه المواطن أو ما يريد أن يلمسه وهذا الأمر الذي يعيد الثقة إلى المواطن أنه ردية فعلا حكومة قادرة على صرف مرتبة على الأقل هذه هي النقطة الأساسية الحكومة مثلا حين تعلن عن زيادة 30% في مرتبة الموضطين لم تصل هذه الزيادة إلا إلى جهات معينة وبالتالي لماذا لم تصل إلى الجميع؟ هنا يتساءل المواطن وهذا الأمر يوجد الثقة بالحكومة إذن يجب بالحقيقة أن يكون هناك موائمة بين التصريحات الإعلامية من جهة وبين الأداء على الواقع من جهة أخرى مسألة تصدير النفط وهناك الحقيقة بعض التصدير لكن النقطة الأساسية هي إمكانية تأمين عودة الشركات الأدنبية للعمل إمكانية تأمين التواقن السيطرة على الموانئ السيطرة أصلا على النفط منذ وهو في باطن الأرض حتى يصل إلى الميناوية متصديره وبالتحصيل المستحقات هذا الأمر مهم جدا لكن قبل فترة مثلا ظهر تصريح لأحد قادة الأمنيين لا أذكر اسمه وهو يتحدث أن القوات في شبوة سطعت السيطرة على الكثير من منابع النفط أو على المناطق النفطية وبالتالي ما الذي يمكن إذن أن يجعل هناك ثقة بهذه الحكومة إذا كانت قادرة على السيطرة على هذه المناطق هذا سؤال مهم النقطة الأفرى لو نلاحظ هناك أيضا كثير من التناقضات ربما أحيانا بين تصريحات الوزراء وبين تصريحات رئاسة الوزراء أحيانا تحصل وخاصة في الحكومة السابقة هذا الأمر يجعل الثقة إلى حد ما مهزوزة العمل الأساسي في تصوري حاليا هو أن نتم أيضا في الجانب الاقتصادي أن نتم وضع موازنة مصغرة هذه الموازنة تعطي مؤشرا أو يعني عبارة عن بوءا أخضرا للوزارة في العمل بناء على هذه الموازنة تبدأ كل وزارة تعد خطة تفصيلية مصغرة وتبدأ بالتالي بالعمل هذا الأمر سيلمسه المواطن في كل مكان طيب يعني في سياق الحديث عن هذه النقاط جميعها وأسأل هنا الأستاذ محمد الجماعي أنت قبل قليل قلت أن التحالف ليس له دور كبير في عرقلة أداء الحكومة وأن المشكلة في الحكومة بشكل أكبر لكن هناك الكثير يعني الحكومة كما أشار السيد السعدي قبل قليل يتحدث على أن دوما ما تقول الحكومة أنها ليس بيدها القرار وهناك الكثير من تصريحات لوزراء يقولون أنهم بالفعل لا تملك الدولة الحكومة من قرارها ولا تملك السيطرة على المنافذ البردية وعملية يعني بيع ألغاء البترول والمشتقات النفطية بشكل كبير إلى أي مدى يظهر دور التحالف هنا في العملية الاقتصادية برأيك يا أخي لا يصح أن يلقى باللائمة كلها على التحالف كما أيضا لا يجب إعفاء الحكومة من أعمالها يعني إذا جئت لتقيم أداء الحكومة على الأقل من أدواتها الإعلامية ومن وسائلها الرسمية ستكد أن الأداء يعني ضعيف إلى حد ما ولا يقوم بواجبه حتى يقال أن هناك من عرقلة يعني أنت لم تقوم بخطوة معينة حتى تتهم فلان أو علانة والجهة الفلانية والإقليمية بعرقلته ما يذكره الآن الإعلام عن عرقلة من بنك خارجي فيما بريطانيا معترفة بالشرعية ومؤيدة لوجود البنك المركزي في عدن وهذا تحسن كبير كبير جدا هذا يعكس أداء جهة ما من الحكومة التي تستطيع الضغط في سبيل تسهيل حركة الأموال للبنك المركزي اليمني وكما قلت هناك ارتباط أصبح الآن بين البنك المركزي اليمني والصندوق النقد السعودي أيضا فيما يتعلق بالعمليات المصرفية يا أخي الكريم العالم كله يتجه أنظاره إلى الخطوات السعودية في هذا المجال الاقتصادي تجاه الحكومة اليمنية والسعودية تتجه أنظارها إلى الحكومة إذا كانت الحكومة جادة وستنطلق إلى الأمام في هذا الميدان لن تنتظر التوجيهات لن تنتظر التحالف حتى يتحرك سيكون الموضوع له طرفان الطرف الأول للحكومة والطرف الثاني التحالف وسيتعاون الجميع وبعد ذلك سينكشف أمام الأمر الواقع من المتأخر ومن المتباطئ في الموضوع نحن الآن نطالب الحكومة من موقعنا هذا ومن بموقع مواطنتنا وموقع مهننا أن نقول للحكومة أن تتحرك لكسر القيود المفروضة على حساباتنا في الخارج لكسر أيضا أي قيود تعرقل تصدير النفط وحتى الآن لم تأتي الحكومة بمبرر حتى يقال نعم في عام 2016 وتاريخا في شهر يوليو كانت هناك رسالة وجهها رئيس الوزراء أحمد عبيد بن داغل للشعب وهي رسالة مكاشفة أن الحكومة مقيدة ومكتفة ولا تستطيع أن تصل إلى أيديها الاقتصادية لكنه بعد ذلك استطاع بتعاون مع الجهات الرسمية وبتوقيهات الرئيس هذه أن ينقل البنك المركزي أن ينقل السويفت أن ينشئ شركة الاتصالات وأيضا تحدث عن التحق شبوة بميدان إنتاج النفط وفعلا التحقت شبوة بهذا المجال وسمعنا أيضا أحاديث في هذا الموضوع يعني هناك قيود بالفعل يعني بالفعل هنا قيود وعندما يتم مكاشفة الناس بهذه القيود يكون هناك ضغط على التحالف ما يسهل عمل الحكومة إذن التحالف هنا بالفعل من يقيد عمل الحكومة وهناك أيضا قصور أقي وجيه نعم وهناك قصور أيضا يجب أن نطرق نحن هذا الباب حتى تتحرك الحكومة ولا نرمي باللائمة على الدرجة الثانية من الأسباب الأولى هي الحكومة والثانية هي التحالف طيب كيف تنظر إلى هذه النقطة أستاذ حسام كيف تقيم دور التحالف فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي بداخل اليمن ودعم اليمن لأن نعرف أن هناك منحة سعودية بمبلغ 200 مليون دولار تم الإعلان عنها كان هناك أيضا وديعة سعودية التي يتم عبرها إعطاء الاعتمادات المستندية في هذه الأيام التي كما يقال هي من تسببت بانخفاض صعر الدولار قبل ذلك نعم يجب أن نقول أن هناك المسؤولية مشتركة وليست على طرف معين وفي حال أنه كان هناك قيود على الحكومة يجب أن تقول بأنها مقيدة وأن توضح هذا الأمر في حال أنها لا توجد قيود يجب أن تعمل وأن يسألها الناس لماذا هذا القصور هذا الأمر تقريبا في تصوري يجب أن يكون بهذه الصورة بالنسبة للدعم للاقتصاد اليمني الحقيقة هناك أولويات يجب أن تطرح في المسألة الاقتصادية والسعر الصرف هو من أساس هذه الأولويات المنحة السعودية والوديعة السعودية فعلا يعني الآن لمسنا بعض الآثار الطيبة والجيدة لهذه المنحة وللوديعة أيضا لكن ما قلته أنها بقيت مقيدة حتى تغيير الحكومة وبالتالي هي مبنية أو مرتبطة بشكل أو بآخر بمماحكات سياسية وهذه هي النقطة التي أشرت إليها في البداية أنه يجب تحييد الوضع الاقتصادي ما يقصد الوضع السياسي السلبي ما يؤثر سلبا على الاقتصاد يجب تحييده وأن يتم الحقيقة البناء على النقطة الإيجابية وعلى الجانب الإيجابي في هذا الإطار فعلا يعني الوديعة السعودية هي ربما الأصول الوحيدة ربما يعني إلى جانب بعض الأصول التي تم استعادتها من قبل البنك المركزية التي تبكنه من العمل المنحة النفطية فعلا يعني قللت الكثير جدا من النفقات الحكومية على مصافي عدم التي تستهلك شهريا ملايين الدولارات وبالتالي هذا أمر جيد ونشير إليه يعني نشكر الحقيقة ما يتم تقديمه ولكن أيضا من المقابل يجب أن يكون هناك الكثير وأن يتم وضع أولويات يعني هل أفهم من كلامك أستاذ السعيد على أن التحالف يعني يقدم الدعم متى ما أراد ويوقف هذا الدعم متى ما أراد لأجندة سياسية هل هذا ملخص حديثك هذه النقطة واردة فعلا وهذا ما لاحظناه في الواقع الحقيقة هذا الأمر نعم واضح وموجود يعني لا توجد أولويات في تصوري للأداء الحكومي يعني فعلا سعر الصرفة نقطة مهمة لكن أيضا هناك نقاط كثيرة يجب دراستها ويجب أن يتوضع أنا في تصوري يجب الحقيقة ألا تلجأ الحكومة للتحالف ليحل مشكلة قائمة فعليين وإنما أن تضع مجموعة من البنود أو الأولويات بشكل عامل التي تعالج المشكلة الاقتصادية بشكل كامل يعني المساعدات الآنية سواء منحة نفطية أو مساعدات هذه صحيح هي مهمة جداً وهي تساعد في الحقيقة على أولاً التحكم بالمشكلة الاقتصادية التي تدعر يعني مثلاً مشكلة الصرف هذه الملحة فعلاً تدعى أن تستطيع السيطرة على المشكلة لكنها لا تعالجها على المدى الطويل بشكل أساسي لماذا؟ لأن تبقى الحكومة مرتبطة بمدى ما يقدمه التحالف أو العالم الدولي بشكل عام للحكومة من دعو إذن ما الذي يجب أو هل تقف هذه الحكومة على رجليها؟ طبعاً لا نحن نريدها حتى أن تقف على رجل واحدة بما أقصده صحيح حتى الإرادات الوطنية هي قليلة وربما لن تكون كافية لتغطية النفقات الحكومة المتراكمة لتغطية خدمات الديون للكثير من المشاكل لكنها على الأقل ستسامل حد ما في وضع حلول النقطة الثانية أيضاً لا يجب الاعتماد على الحلول الآنية يجب أن تكون هناك كما قلت لدينا قائمة بأولويات مهمة وهذه على الأقل تضع حلول لفترة زمنية ولو حتى لمدة سنة أو لمدة سنة بالحديث عن الحلول الآنية وهذه النقطة أن نقولها لأستاذ محمد الجماعي أستاذ محمد في سياق نغض التحالف هناك من يقول على أن هذا الدعم وهذا التسهيل في ما يتعلق بالوديعة لم يكن ليحدث لولا أن هناك ضغوط حقيقية من قبل دول في مجلس الأمن وهناك مشروع قرار سيصدر يقول أن هناك وينص على أن هناك حاجة لدعم اليمن بشكل أكبر مادياً لكن هذه الضغوط كلها الآن تجري لذلك قامت الإمارات وكذلك السعودية كدول تحالف بمحاولة الضغط لتغفيد سعر الريال اليمني في هذه الآونة وذلك سيتوقف بعد إصدار القرار الخالي من هذا النص انقطع الاتصال مستد محمد ربما سمعت ما تريد الإشارة إليه من البداية ببداية سؤالك ولم أسمع السؤال مباشرة لكن إذا فرضنا أن الضغوطات الخارجية أثمرت في هذا الموضوع فمعنى ذلك أن التحالف لديه نية للاستجابة وربما لو وضعت الأمور في نصابها لم يكن ليقيد الوديعة بهذه القيود الشديدة والتي تحدثت عنها أيضاً محافظة البنك وقال أنه بناء على التسهيلات التي لا تزيد على ثلاثة أيام في كل معاملة للاستحب من الوديعة يدل على أن هناك إقراءات وهذه الإقراءات ربما وراءها مواضيع متعلقة بالفساد أو متعلقة بضبط النظام المالي أن تتعرف أننا بدون خزينة خارجية بدون خزينة داخلية تجمع فيها الأموال أن الحكومة اليمنية الآن تعمل في ظرف طارئ وصعب ولديها من المرونة ما يجعلها تتعامل مع كل الضغوط ومع كل القيود وبالتالي نحن نحيي أي ضغوط خارجية لمصلحة شعبنا ولمصلحة المواطنين الذين الآن يعيشون هذا الوضع الإنساني الذي تتحدث عنه كل تقارير العالم ونلمسه نحن أيضاً هنا الموضوع الآن نحن نريد من الحكومة والحكومة لا ينقصها أن تقول وأن تفعل ولا تنقصها الشجاعة حتى تحرر خطاب أو مذكرة بشأن عراقيل معينة أو عوائق تريد أن تتجاوزها يجب على الحكومة أن تقوم بواجبها بعد ذلك نحن كشعب والعالم من حولنا سوف يستجيب لعملنا لأنه لا يبلغ الأعداء من جاهلين ما يبلغ الجاهل من نفسه لذلك يجب أن لا نترك لأنفسنا أو الحبل على الغارب لتتوهم بهذا أو ذاك مهما كانت الأمور الإعلام الآن يكشف كل شيء لكن هناك ما هو مغطى وهناك ما لا ينكشف أمامنا وخصوصا في أمور المال وهو موضوع صعب كما تعلم أخي وجيه أن تقوم دول مثل السعودية أو الإمارات بالصرف أو النفقات على الحكومة في كل شيء لا بد أيضا مثل ما ذكر زميلي في الطرف الثاني أن تقوم الحكومة أيضا بتجميع عراداتها الداخلية أن تضعها في ميزانها الصحيح في نصابها بعد ذلك ستتأتي المساعدات حتى الآن لم تكتب في سجل الحكومة أي مساعدة خارجية غير الوديعة السعودية والمنحة النفطية المقدرة بـ 60 مليون دولار لكن هناك دول تتحدث عن دعم بالمليارات دولار أمريكي للحساب المباشر للبنك المركزي هناك دول أخرى تتحدث عن دعم بالمليارات أنا وأنت كإعلاميين وكمحللين من نتحدث عن السعودية والإمارات بالتحديد تعدن عن حوالي 13 أو أكثر من 10 مليارات دولار في الفترة الماضية نحن نتحدث عن دعم ما هو الدعم الذي نلمسه أنا وأنت ويلمسه الريال اليمني ويلمسه الصراف والمواطن والبنك المركزي هو الدعم الذي يوجه للحكومة مباشرة الإغاثة دعني أختم الآن بنقطة وأسألها إلى سد السعيدي كنقطة أخيرة وبعجالة أرجو منك سد حسام الوضع الاقتصادي إلى أين سيتجه خلال الأيام القادمة؟ بعجالة الوضع الاقتصادي مرتبط بما تقدمه الحكومة وبنك المركزي من إجراءات اقتصادية ومنطمئنة للسوق ومن إجراءات سياسية وتفاهمات مع دول التحالف وأيضا مع دول العالم الخارجي وأيضا يعتمد على أداء الحكومة وأنا أتمنى في هذه النقطة الإشارة مثلا إلى نقطة الإغاثة ماذا تقدمه لجنة الإغاثة؟ وعين تذهب هذه المليارات التي يتم الإعلان عنها رأس كل سنة؟ ولا يتم ما الذي تقدمه الحكومة في هذا الإطار؟ وأيضا كيف يمكن التخفيف من المشاكل التي يواجهها المواطن في هذا الإطار من مشكلة الإنسانية؟ التعرف بأن الحوثيين يستفيدون من هذه الإغاثة بمبالغ مهولة وتورد إلى خزينة الحوثيين ولجنة الإغاثة الحكومية لا ندري ما الذي تقدمه لا يوجد حتى تقارير حكومية في هذا الإطار إذن لا بد الحقيقة أن تفعل الحكومة أداها في هذا الإطار وأن تستمر في إجراءتها الاقتصادية والبنك المركزي هذا أمر مرحب وإستمراره سيضمن نوع من الاستقرار الاقتصادي في الفترة القادمة أشكرك إذن أستاذ حسام السعيدي الباحث في شؤون الاقتصادية كنت معنا من أنقرة وكذا الصحفي الاقتصادي أستاذ محمد الجماعي كنت معنا من مارة بالشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصاد في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجهي السمان وتحياتي الزملاء في طاقمي العمل الفني والتحريري إلى اللقاء اشتركوا في القناة